حياة في البداية أنا بشكر حضرتك باسم مجلس أمانية الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا الجامعة دي فاندم بدأت من فترة طويلة كانت حلم موجودين الناس موجودين في القاعة اللي بدأوا هذا الحلم واشتغلوا عليه كتير جدا لكن الحلم ده كان عمره ما يتحقق من غير ما حضرتك يعني تدعم دعم كبير يكفي ان انا اقول ان ميتين فدان اللي احنا موجودين فيهم النهاردة كانوا صحرة سنة 2017 تحديدا في سبتمبر 2017 طب لما حضرتك تاخد القرار وتدعم هذا المكان في مرحلته الاولى باكتر من 6 و7 من 10 مليار جنيه فاللي احنا موجودين فيه النهاردة عبارة عن مبنى التمايز العلمي ومبنى الإدارة ومبنى المكتبة واربع كليات واربع مدرجات ومبنى لخدمات الطلبية ومدينة كاملة تحت اللي احنا عاديين فيه نتكلم فيه ده مدينة كاملة من الخدمات من محطات تحلية ومن محطات معالجة ومن الكترو ميكانيكس وده المشروع اللي انتهى اللي يخدم المدينة بالكامل فستك ايضا كنت كريم معانا وصدقتلنا على ان نستكمل هذا المشروع ان شاء الله في الفترة اللي جاية لكن الحلم ده اللي بدأوه زميلي قبلية بكتير ومجلس امنا وهيئة الدولية للجايكا وهيئة الدولية للتعاون لأباني للجايكا كان حلم عند ناس كتير النهاردة حضرتك بتشريفك لينا هو الحلم ده بتحقق موجود النهاردة ان شاء الله مع التفقد حضرتك هتقدر تشوف كم الجهد وكم العمل اللي عملوا ناس كتير قبلينا لكن يمكن حظنا ونصبنا ان احنا كنا موجودين في الوقت المناسب اللي قدرنا فيه مع يعني خرار من ساتك ومن يعني تأكيد على ان احنا ده اللي احنا نقدر نعمله في الفترة اللي جاية علشان نقدر نلدي المستقبل لولادنا زي ما زميلي تكلمه الدكتور طارق والدكتور عمر والدكتور مصطفى قبلين كلنا ان احنا هذا ما يستحقه الانسان المصري وهذا ما يستحقه مستقبل مصر في الفترة اللي جاية يمكن أنا يعني معظم الكلام تقال لكن إذا سمحتي لي فاندم ودي كانت بالصدفة حضرتك كنت بتكلم على مصر من زمان وفي العشرينات والثلاثينات والأربعينات والخمسينات بلدنا كان لها شكل المواطن كان ليه شكل تاني كان فيه سمات شخصية للإنسان المصري كلنا عارفينها وكلنا تربنا فيها في مدرسنا وفي جماعاتنا وفي شوارعنا وفي قيامنا ولكن اتخرج من جماعاتنا اللي ما كانتش كتيرة بالمناسبة وما كانش مستوى التعليم للناس كلها كتير لكن كان فيه جود التعليم في كل مدرسة في مصر حتى المدارس الحكومية قبل المدارس الخاصة اللي كانت قليلة جدا ما كانش فيه جماعات خاصة كتيرها جماعاتنا الحكومية الكبيرة لكن كلنا يمكن معظم اللي عادين في الحجرة دي تعلموا على إيد أسادزة وكلنا فاكرينهم سواء في مدارسنا أو في جماعاتنا لأن كانوا بالنسبة لنا هم منارة وتخرج من جماعتنا ومن مدارسنا علماء في العالم كله وموجودين لحد النهاردة منهم أثروا الحياة في كل حيثة